موسيقى ربي دا موجود موسيقى بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين اليوم الرابع عشر من شهر برمودة المبارك أحسن الله استقباله وأعاده علينا وعليكم ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا أبائي وإخوتي آمين في مثل هذا اليوم من سنة 282 ميلاديا تنيح القديس البابا مكسيموس البطريارك الخامس عشر من بطارقة الكرازة المرقصية ولد هذا القديس بمدينة الإسكندرية من أبوين مسيحيين أدخلاه مدرسة الإسكندرية اللاهوتية فأتقن اللغة اليونانية والفلسفة وعلوم الكنيسة وكان طقيا يخاف الله رسمه البابا ياروكلس شماسا على كنيسة الإسكندرية ثم رسمه البابا ديونيسيوس قصا وعينه واعظا بالكنيسة المرقصية فتفانى في خدمة الشعب وتعليمه وقد تحمل ألام الاضطهاد من الإمبراطور ديسيوس وبعد نياحة البابا ديونيسيوس تمت رسامته بطرياركا في سنة 264 ميلاديا وفي أيامه ظهرت بدعة ماني من بلاد فارس وكان البابا مهتما بتعليم الشعب وافتقاده مثبتا إياهم على الإيمان المستقيم عن طريق عظاته وتعليمه ولما أكمل جهاده الصالح تنيح بسلام بعد أن جلس على الكرسي المرقصي سبعة عشرة سنة وخمسة أشهر بركة صلواته فلتكن معنا آمين وفيه أيضا من سنة مئة وخمسة للشهداء ثلاثمائة وتسعة وثمانين ميلاديا تنيح القديس إهرون السروجي السورياني ولد هذا القديس في سروج في بلاد ما بين النهرين من أبوين مسيحيين تقيين فربياه تربية مسيحية وعلماه الأداب الإنجيلية فأحب منذ صغره حياة الصلاة والعبادة ولما أصبح شابا خرج مع الرعاة ليرعى غنم أبيه وهناك أبصر ديرا به رهبان فذهب إليه ورأى الرهبان كيف كانوا كاملين في الفضيلة والعبادة وأصغى إلى صلواتهم فأعجب بهذه الحياة وطلب من رئيس الدير أن يقبله ففرح به وقبله وتنبأ له أنه سيكون بركة لكثيرين مكث في الدير عدة سنوات في الجهاد والعبادة ثم خرج وسكن في مغارة بالجبل القريب من الدير ثلاث سنوات بعدها رحل إلى جبل الأرمن وتتلمذ على أيدي متوحد يدعى غيرغوريوس وذهب بعد ذلك إلى أرشليم وتبارك من الأماكن المقدسة ثم رجع إلى جبل الأرمن مرة أخرى وبنى ديرا والتف حوله كثيرون ممن تتلمذوا على يديه وقد أعطاه الله مواهبا كثيرة ولما شاخ وقربت نياحته جمع تلميذه وباركهم وأوصاهم وصايا رهبانية هامة لحياتهم ثم تنيح بسلام بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا آمين ربي دموغوت